شهر أبيب وهو فيه بيبدأ بعيد الرسل وبعد كده تتوالى الأحد النهاردة الحد الثاني من شهر أبيب فأول حد في شهر أبيب شفنا أن الكنيسة مرسلة للعالم كله إرسالية الاثنى عشر وإرسالية السبعين رسول للعالم كله إرسالية الكنيسة للعالم كله مش لشعب معين ومش لفقة معينة ومش لحد معين مهمة الكنيسة وخدمة الكنيسة إلى العالم كله وده اللي بنشوفه في الحد الأول في شهر أبيب نيجي نشوف الحد الثاني في شهر أبيب لما الخدمة بتنتشر ولما الخدمة بتملى المسكونة بيتوه الحدف من الإنسان أو من الكنيسة وتبدأ عثرات وتبدأ صعوبات وتواجه الكنيسة وده اللي بنشوف الحد الثاني من شهر أبيب بنشوف التلاميذ النهاردة في إنجيل معلمنا ماري متة لأصحاح 18 زي أي شعب زي أي بشر بيفكروا مين الأعظم مين الأعظم فكروا إن المسيح هيبقى فيه مجد أردي أحلامهم كلها كانت في الأرض زي ما بنشوف مثلا أم ابني زبدي كانت بتطلب مراكز لأولادها وبنشوف برضو بطرس الرسول لما بيشاور على يوحنى لما سيد المسيح بيقوله إن انت هتموت منكس الرأس فاستدار ليوحنى وقال له وماذا عن يوحنى فكانوا بيقرنوا بعض وبيشوفوا مين الأحسن وكأني أني هدفهم وأحلامهم على الأرض فسيد المسيح النهاردة في الرسالة اللي بيقولها النهاردة ومع انتشار الخدمة بيحدد لنا ثلاث حاجات الحاجة الأولى هدف والنقطة الثانية وسيلة والنقطة الثالثة صعوبات هتواجهنا النقطة الأولانية هدف إيه هدفنا؟ إيه هدف الخدمة؟ إيه هدف الكنيسة؟ إيه هدف كل واحد فينا النهاردة؟ إيه هو هدفنا في الحياة؟ الهدف سيد المسيح قال لنا عليه بسهولة خالص لما بيقوله من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ رح السيد المسيح قال إيه؟ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات الهدف مش مين الأعظم؟ الهدف مش مين الأحسن؟ الهدف هو الملكوت الهدف إن كل واحد فينا يخش الملكوت الهدف إن كلنا نصل إلى هذا الملكوت وده أحيانا بيتوه عننا كبشر بيتوه عننا كأباء مع أولادنا بيتوه هذا الفكرة عننا كخدام مع أولادنا وبيتوه هذا الهدف اللي هو ربنا نهاردة بيوضحه هدف أي خدمة هو الملكوت هدف أي إنسان في حياته في جهاده في تعبه هو الملكوت ده هدفنا كلنا السيد المسيح بالنهاردة بيوجه نظر تلاميذه الهدف إنك تتصلوا إلى الملكوت وده النقطة الأولى الهدف والنقطة الثانية الوسيلة شبه نفس سيد المسيح بالوسيلة دي تؤلنا بالنموذك اللي حطه الشكل اللي حطه لما أقام ولد في وسطهم وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد يعني أنتو كنت داي الأولاد لكن بعدتوا وتهتوا وتشوحت الهدف قدامكم اللي إنت عايزين تعملوه دلوقتي بدل ما تكرنوا وبدل ما تشوفوا مين الأعظم ارجعوا للصورة الأولى ارجعوا للصورة الأولى اللي أخدناها في المعمودية كأطفال مولودين في المعمودية ارجعوا زي الأولاد ودي الوسيلة لو الهدف بتاعنا واضح هو الملكوت الوسيلة حطها السيد المسيح النهاردة في شكل النموذج دوت ولد وحطه الوسيلة أرجع زي الولد دوت أرجع زي ما كنت يوم عمادي أرجع زي الطفل دوت اللي طلع من جورني المعمودية أخد صورة السيد المسيح أرجع زي الولد دوت أرجع زي الولد دوت ماذا الوسيلة؟ ماذا كيفية أن أرجع كده؟ أبص على الأطفال حياتهم متوضعة وديعة يثقوا في كلام أبيهم مش هتلاقيهم يثقوا في قوتهم أو في أي مصدر قوة ليهم لا ده يثقوا في كلام أبيهم هيتكلوا على أبيهم هتلقى فيه بساطة هو دوت الوسيلة ارجع للإتضاع ارجع للإتكال ارجع للبساطة في كل شيء ارجع للتسامح اتنين لما بيتخنقوا مع بعض من الأطفال ما عديش ساعات إلا ما يرجعوا ارجع بالتسامح ارجع بالعدم الشهوات وعدم الخطيئة واللغة اللي هي بتاعة الطفل اللي فيه براءة ارجع كطفل ارجع كطفل إذا كان الهدف هو ملكوت والهدف دوت محتاج جهاد مني عشان أرجع ربنا بيقولي أني برضو هيبقى فيه نعمة برضو انت هتجاهد وبردو انت هتتعب وبردو انت هتشتغل وبردو مش هسيبك هيبقى فيه نعمة زي ما كل فيه جهاد كل ما بحط جهاد ربنا دايما بيحط فيه النعمة وعشان كده بيقول إن لم ترجعوا إن لم ترجعوا دي اللي هي فيها شكل الجهاد فيه إمكانية للرجوع دي أول حاجة وفيه جهاد مني ومنك وفيه عمل نعمة بتعيدني للصورة الأولى زي ما بيقول بلوس الرسول يا أولادي الذين أتمخط بكم ده الجهاد ده التعب ده الخدمة إلى أن يتصور المسيح فيكم ده عمل النعمة يكون المسيح فيكم فالنقطة الأولى بيحدد الهدف والنقطة الثانية بيقول عن الوسيلة والنقطة الثالثة بيقول مع تحديدك للهدف ومع تعبك وجهادك هيبقى فيه عثرات هيبقى فيه عثرات الكنيسة موجودة في عالم فيه عثرات الكنيسة موجودة في عالم هتوجهه كل الأتعاب سواء من الشيطان أو من ناس بيحركها الشيطان وهيبقى فيه تعب وبيحضرنا سيد المسيح من هذا التعب لألا يكون التعب دوت من داخل الكنيسة لألا تكون العثرة دي من داخل الكنيسة مش بس من برا مش بس من الشيطان ومش بس من الناس بيحركها الشيطان بيحضرنا أني لألا يكون العثرة تأتي من داخل الكنيسة من أعثر أحد الصغار المؤمنين به فخير له لو طوق عونكه بحجر رحى وطرحة في البحر وده شكل العثرة شكل العثرة اللي يعثر إنسان أخذ شكل الطفل ده فبسطته برقته إيمانه وطريقته السبب العثرة دي أو اللي يسبب العثرة دي خير له لو طوق عونكه بحجر رحى وطرحة في البحر إن كان ربنا بيسمح ببعض الآلام وبعض الصعوبات للكنيسة عشان خطر الكنيسة تقوى وعشان خطر الكنيسة توصل للهدف دوت للملكوت وإن كان ربنا بيسمح ببعض الألام وبعض التعب زي ما حدث مع بوليس الرسول في كل ألامه في كل خدمته وفي كل تعبه لما بيذكر كل أتعاب الخدمة فدوت ما كانش بيهدم خدمته وما كانش بيهدم من بوليس الرسول كخادم ولا كان بيهدم من كنيسته لكن ده كان لتقوية الكنيسة وازديادها وانتشارها لو ربنا سمح بتعب يبقى هو برضو بيسمح بمعونة وبيدي معونة مع هذا التعب النقطة دي مهمة إن احنا نفهمها لأن نقطة العثارات موجودة في الكنيسة حتى من داخل الكنيسة لأن الشيطان اللي يحرك إنسان برا الكنيسة عشان يتطهد وعشان الكنيسة تتألم ممكن يحرك إنسان من داخل الكنيسة عشان يعثر العثارات ممكن تأتي من داخل الكنيسة ومن داخل أولاد ربنا والهدف مواضح والطريقة ربنا قلن عليها لكن يجب أن نلتفت إلى موضوع العثارات لما بنشوف موضوع العثارات يئمة من الداخل ممكن تكون جوايا ممكن تكون جوايا أنا من كنز قلبه الشرير تخرج الشرور ممكن تكون براية من بشر حوليه أو من الشيطان لما ألتفت لموضوع العثارات أفهم إن هي حقيقة موجودة في إن فيها عثارات أفهمها إن ما تخلنيش أتوه عن الهدف اللي هو الملكوت ما تخلنيش أتوه عن الهدف دوت اللي هو ربنا بيقوله للنهاردة وما تخلنيش أتعب لو جهدت ومعرفتش أوصل وحسدت إن العثار ديت ممكن بتتعبني ما تخلنيش أتعب من الجهات برضو لا تشوه الهدف ولا تتعبني في الوسيلة إن أنا أوصل وجود العثارات موجود موجود في العالم أو ممكن يكون موجود في الكنيسة لكن السيد المسيح النهاردة بيوجه نظرنا ويوجه نظر كل واحد فينا النهاردة عن الكنيسة مرسلة للعالم مش بس لنا مرسلة لكل العالم وساعات الهدف بيبقى مش واضح نركز في الهدف اللي هو الملكوت ساعات الوسيلة ممكن تكون مش واضحة ربنا ادهانا النهاردة في صورة طفل وساعات العثارات بتتعبني ربنا قال لي النهاردة إيه ما يهمكش العثارات وما يهمكش كل ديت هي حقيقة موجودة لكن لا تلتفت إلى هذه العثارات وزي ما بنشوف النهاردة في الحد الثاني عن التوضيح دوت عن الهدف والوسيلة والعثارات اللي موجودة في الخدمة بيدينا في الحد الثالث درجة تانية اللي هي درجة الإجباع أن الإنسان يجبع لما نقرأ عن معجزة إجباع الجموة ربنا يعطينا بركة الخدمة يعطينا بركة أن طريق الملكوت يكون واضح لنا ويساعدنا في جهدنا للوصول إليه له كل مجدو كرامة من الآن وإلى الآبد أمين